تكلمت عن المهارات السابعة التواصل لا التواصل لا طبعا ايه هما؟ طيب حاضر الاول فكرة الكتاب ده جات ازاي يعني خلينا نذكر حاجة ان فيه تحديات كتيرة ومشاكل كتيرة بتحصل بين الناس من غير ما يكون لها أسس يعني نقول هو ايه اللي حصل مش عارفين اختلفوا بس ندور طب ايه السبب اختلفوا ليه ولما نرجع نشوف سبب الخلاف نعم هما الاتنين متوافقين مع بعض او شخصين متوافقين مع بعض لكن الخلاف كان نتيجة التواصل كلمة اسلوب تعامل فانا عامل به حتى كان دراس الماجستير بتاعتيرسالة الماجستير كانت في الموضوع ده كمان طبعا انتواصل دي ممكن تكون سبب في حاجات كتيرة جدا في كل حاجة في العمل في التجارة في كل شيء في الحياة في كل حاجة فبدأت تقول يا طرأ ايه هي الحاجات اللي ممكن المهارات وما كانوش لسه سابعة ايه المهارات اللي تخلي الناس يتواصلوا بطريقة جيدة اللي تخلي الناس يبقوا رائعين كده في التواصل مع بعض ايه فقلت اول حاجة يفهموا التواصل فديني مرة واحدة يعني ايه التواصل يعني ايه التواصل طيب التواصل عشان نقوله نبقى لولي ايه الفرق من التواصل والاتصال ماشي حضرتك ممكن تاخد اتصال تليفوني دلوقتي حيلاً صحيح تقولي قالوتو ما عامل لاتصال صحيح ده فعلا ما يحصل تشكره طيب هيبقى اتصال اوكي بس في نقطة بعد حرارة ما تعمل الاتصال من اتجاهك هيحصل رد هيحصل رد وهتتكلمي ويحصل رد تاني ماشي يبقى ده بقى تواصل ماشي على كلمة تفاعل اوكي تفاعل يبقى طرفين متساويين يحصل تفاعل بينهم وفي اللغة العربية تواصل تفاعل طيب امان لو اتصال يبقى افتعال تخيالي انا بقول لحضرتك صباح الخير انا قاسف يعني في الطريق صباح الخير قلتها كده ودورت وشي ايه ده دقيق دقيق عفوا دقيق اللي تزور من احمد دي مايصحش احمد يقول صباح الخير بالطريقة دي لان احمد ممكن جدا هو لا يقصد ولكن ايه احمد عمل اتصال مش تواصل فالرسالة لما توصل انت بتبعت الرسالة ومنتظر ايه الرد اللي هتاخده بالشكل المناسب بالأسلوب المناسب يبقى انت كمان تبعت الرسالة بالشكل المناسب بالأسلوب المناسب عشان كده بنقول لكل المشاهدين اللي بيشوفوا حضرتك دلوقتي يقول لهم ايه خلوا تواصلكم مع الناس تواصل ما يكونش اتصال وانت بتقول الكلمة فكر بعد كده الشخص اللي قدامك هيسمعها ازاي وهيحسها ازاي وانت بتتعامل في عملك وفي حياتك يبقى تواصل مش اتصال محتاجين لكامل بقية المهارات حاضر بعد المهارة الاولى التواصل روح المهارة التانية حاجة اسمها ايه بنك المشاعر يعني ايه بنك المشاعر يعني ايه كل واحد بيروح يفتح حساب في البنك ناس كلها عندنا حسابات في البنك حل طيب حل هنسأل مشاهدين كده سؤال ويجاوبوا بس من هما في البيت لما نقول لهم طيب انت لما بتروح البنك تفتح الحساب الحساب يكون فيه فلوس لا ولا بيبقى بالظهر بيبقى زيره بيبدأ زيره طيب تحب حسابك يزيد طيب البنك بقى عنده حسابات كتيرة ولا هو انت يعني العميل ملايين الملايين صحيح وهكذا القلوب قلوبنا هي كمان بنك البنك ده فيه حساب لأخويا والأختي والبابا وماما ومديري وزميلي وصديق والرجل اللي بقابله في الشارع واللي بقابله في محل بقى فيه بنك مشاعر البنك ده فيه سلوكيات تزود البنك في التعامل مع الناس وفيه سلوكيات تقلل بنك المشاعر فناخد بالنا الآخرين عاملين معانايا ايه تاني غير بنك المشاعر بعد بنك المشاعر بنروح بعد كده للاستماع الفعال ازاي اسمع صح علشان اسمع صح اكيد لازم انزل للشخص في عيني الاي كون تبقى الاربعين في المية ودي كلها مهارات تواصل فعلا ايه تاني غير السمع بعد كده اتكلم صح ان الكلمة تخرج في الوقت المناسب بالشكل المناسب بالاسلوب المناسب بعد كده اوم رايح الى فهم الذات قبل ما الناس يقولك نحاوز افهم الناس لا افهم نفسك الاول بعد ما تفهم نفسك كويس تروح لفهم الآخر افهم الآخر وبعد ما تفهم الآخر نروح للبادي لانجوش افهم لغة جسده هتتواصل معه صح جميل جميل من وجهة نظر حضرتك ازاي نقدر نطور نفسنا في التنمية البشرية في تنمية ذاتنا بشكل عام كل واحد يحدد اهدافه واحتياجاته في الحياة اهدافك ايه وحلمك عاوز تكون فين والحلم ده محتاج تعمل ايه علشان توصله اه